وقال بس عشان نوحد المعيير ونفهم كيف تدهر الأمور قبل ما أدخل في الأخبار يعني أنا ممكن كلمت على انتلاقة بطولة الدوري وكلمت بشكل واضح على المستوى الفني للبطولة يعني شكل المنافسة هيكون عامل زي الفرق اللي دعمت نفسها بعدد كبير من الصفقات أو أسماء ملعارة تقيل هل ده انعكس إجابا على مستوى الكورة اللي تقدمت ولا أو في النهاية أنا رأيي يعني مش رأيي حد متخصص أو خبير لكن هنسمع طبعا دفنا بشرفنا ناردة كابتن نحن على فتاح نتكلم معه في انتلاقة الدوري من ناحية الفنية المستوى الفني الكورة اللي تقدمت فيها شكلها عامل زي لكن في نقطة تانية ملاقش علاقة خالص بالكورة والحقيقة احنا محتاجين من بداية الموسم وهذا بنتكلم على فكرة اللوايح والانضباط والعقوبات اللي بتبقى مبهمة على أقل بالنسبة للجمهور وبالتالي من ماشي عارفين القرارات أو العقوبات اللي بيتم تطبيقها دي مبنية على أساس ايه بالهوى ولا بتحكمها معايير واضحة وصريحة التحرك فيها بيكون ازاي مين اللي بياخد فيها القرار النهائي مين ممكن يستقنف عليه أو ايه هي الطرق اللي ممكن تستقنف بيها قرار صادر والمنظومة كلها بتشتغل ازاي هل مفترض لما يحصل مشهد طبعا فيه أوقات كتير جدا وده وارد في كورة القدم في كل ما لعب العالم بما فيها انجلترا حاجة تسميها خروج عن النص ايه المشكلة مشكلة باللاعب وبين جمهور مشكلة من جمهور للاعب في أوقات كتير جدا الجماعير ممكن هي اللي تكون بتعتدي على اللعب في الملعب هتفات يحدفوا علي حاجة عنصرية يعني بتحصل ممكن تبقى بين لعب ولاعب ممكن تبقى بين جهاز فني وجهاز فني ممكن تبقى بين جهاز فني ولاعب الأطراف الموجودة بين لعب وحكم يعني اللقطات اللي بيحصل فيها خروج على النص بالذات اللي بين فرقتين استثني أو نستبعد الناحية الجماعيرية والناحية الإدارية مراعب المباراة حق تقم التحكيم طلع ده بالمشهد لما يحصل احتكاج من أي نوع بين فرقتين موجودين في أرض الملعب لعب ولاعب أو جهاز وجهاز يعني هل الأمر يقتصر على فكرة أنه النادي اللي شايف أنه متضرر يتقدم بشكوى وبالتالي يتم النظر فيها ومن هنا بتصدر العقوبة مثلا هل لابد من أنه فيه واحد من الأطراف دي المعنية بالمشكلة يتقدم بشكوى ربطة الأندية مثلا أو للجنة المسابقات أو لاتحاد الكرة أياً كانت الجهة المعنية بنظر الشكاوى اللي بتقدم لها ولا مفترض أن فيه تقرير لمراقب المباراة بيتابع الأحداث والكواليس اللي جوه الملعب واللي بره الملعب ومسؤول عنها وبالتالي بيرفع التقرير اللي بتضمن الأطراف المعنية بالمشكلة دي وبالتالي اللجنة المسابقات أو ربطة الأندية تاخد عقوبة ولا لو الأطراف دي مثلاً يعني اتصلحوا مع بعض اتخانوا قدام الكاميرات ودخلوا جواه في قط اللبس بسوا بعض وحضنوا بعض وقال لك ما فيش مشكلة واحنا حبايب انتهت القصة وهنا ربطة الأندية ولجنة المسابقات ملاش أي علاقة بالموضوع ازاي بنشتغل يعني ازاي الطريقة او ازاي المنظومة بتتعامل مع النوع ده من المخالفات علماً بأن المتضرر هنا مش بس اللي وقع عليه الاعتداء مش جهاز فني شتم جهاز فني او مش لعب ضرب لعب بره الملعب او مش اعتداء بين طرفين جهو الملعب آن كان المتضرر هنا نمر واحد المسابقة المسابقة اللي اتعرضت ل سميه خرق مثلاً لقواعد الانضباط ده واحد اتنين المشاهد اللي عاد في التليفزيون وسمع لفظ عدا كده او شاف اعتداء بشكل مباشر من حد من الجهاز الفني على لاعب في فني المنافس مثلاً يعني وبالتالي محتاجين نفهم لانه هنا الجمهور في النهاية ممكن يبص الأمور على انه في حكم بالهوى يعني ايه حكم بالهوى يعني فيه ممكن حل التحفز مثلاً لصالح نادي معين على حساب نادي تاني نادي لعبته تيجي تحت المقصلة او الهفوة صغيرة جداً تحصل تلاقي اللعب ده جاب اتجاب ايقاف مش عارف اتناشر مباراة ايقاف ست مطشاط نفس المشهد لما يحصل او يكرر مرة تانية تلاقي انه صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ما محدش بتكلم محدش بيعترض محدش بيقول ايه المنظر اللي احنا شفناه او ايه اللي حصل ده بقى شكل من الاشكال اشتركوا في القناة